جولة على جرح الجيش العربي السوري في مشفى درع الوطني الذين أصيبوا جراء تصديهم للمجموعات الإرهابية المسلحة التي استهدفت حي المنشية في درع البلد محافظ درع وأمين فرع الحازب تأكدوا من استعداد المشفى وأكدره الطبي لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للعسكريين والمدنيين المنشية عصية على هؤلاء القتل التكفيرين بال2015 عصية عليهم بال2017 عصية عليهم درع بالمجمل عصية على الجميع وخاصة على هؤلاء الموجودين نحن نقول لهؤلاء القتل أما كفهم قتل وتدمير الأبناء أبناء والوطن للجميع بدك ساوي تسوية أهل وسارة تقتل بشانتنفذ عمالة إردنية أو عمالة أخرى في سبيل تحقق أهداف سياسية درع ما كان فيها إلا بعد ما سموا بالمرحلة الأخيرة نقول لهؤلاء الخوانة الذين ارتهنوا بأمر الكيان الصهيوني وتأمروا على هذا الوطن وكانوا سبب في خراب هذا الوطن أن استفيقوا لا يمكن أن تسجلوا في التاريخ إلا بأنكم خونه وأنكم تم استهداف وطنكم بكم إصابات معظمها كانت فوق الحوالي المتوسط بعضها خفيفة بعضها شديد لدينا عدد من الشهداء المشفى دائما في حالة استنفار دائما لدينا خطة طوارئ نعمل بها دائما صناديق طوارئ معدة من كافة أنواع الأدوية وكافة الكادر المتوفر لدينا مستعد ليلة نهارا رغم الجراح فالعزيمة لا تلين والإيمان يزداد رسوخا بأن سوريا منتصرة بإنجازات وتضحيات رجال الجيش العربي السوري